مشاهدينة الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأنباء مع باسانت تفضلي باسانت شكرا لكي منا التسعى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لاستعراض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تتضمن التنمية في جنوب سيناء رفع كفاءة وتطوير القطاعات التي تمس حياة المواطنين وتطرق الاجتماع لمتابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وبرديس والطور شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بفعالية لمجلس الأعمال للتفاهم الدولي بحضور كبرى الشركات الأمريكية جاء ذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار الوزير خلال الفعالية إلى وجود أفق كبير وفرص متاحة لتعميق التعاون الاقتصادي بكافة صوره بين مصر والولايات المتحدة بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال في تعزيز المحور الحيوي من العلاقات الذي يحظى بالإجماع داخل الدوائر الأمريكية أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن حرص مصر على مواصلة مشاركاتها الإيجابية في مختلف أنشطة مؤتمر التفاعل وتدبير بناء الثقة في آسيا السيكا الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية لما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء وخلال لقائه سكرتير عام مؤتمر التفاعل وتدبير بناء الثقة في آسيا خيرت سرباي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أشاد عبد العاطي بجهود سرباي مثمناً اهتمامه بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وعلى رأسها الأمم المتحدة وجماعة الدول العربية أعلن حزب الله البناني قيامه بإطلاق صاروخ فاليستي من طراز قادر واحد استهدف مقراً للمساد الإسرائيلي قرب تل أبيب وأوضح حزب الله في بيان له أن هذا المقر هو المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح صح بعد رصده قادماً من لبنان كما دوت صافرات إنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بما في ذلك مدية تانية كان جيش الاحتلال قد شن ضربات جوية جديدة على أهداف الحزب الله في لبنان مستهدفاً منصات إطلاق صواريخ ومواقع للبنية التحتية وكذلك استهدف إبراهيم قبيسي قائد شبكات الصواريخ في حزب الله في غارة في ضحية بيروت الجنوبية يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً طارئاً حول الوضع في لبنان وقالت الأمم المتحدة في بيان أن الاجتماع الذي طلبته فرنسا سيعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطع غزة وكشفت مصادر فلسطينية عن استشهاد أم وأربعة من أطفالها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطع غزة وفي شمال القطاع استشهد خمسة فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال منزلاً في بيت لاهيا وصل فريق الزمالك الرياض لمعاجهة نظره الأهلي في النهاء السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل وكان البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للزمالك أعلن عن قائمة تضم خمسة وعشرون لعباً لخوض مباراة الأهلي تضم ربعي المنضم حديثاً لصفوف الفريق هذا واتصل اليوم بعثة الفريق الأهلي للرياض لخوض نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك الذي سيقام على أستاذ أرينا تهب مجزة التاسعة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل